بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه وآله أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث والذي يتحدث فيه عن احتلال بريطاني لمصر وهذه الحلقة الثالثة والخمسون وهذه الحلقة خصصتها عن قضية المرأة في مصر ومدى التغريب الكبير الذي حصل على النساء المصريات والمؤامرة الضخمة التي حيكت ضدهم ومن أجل أن يتركن الحجاب ويتركن تعليم الإسلام وينغمسنا في التعليم الغربية في الحقيقة كرومر منذ أن وطئت أقدامه أرض مصر وهو يضرب على وتر المرأة الحساس ويريد من مرأة أن تتعلم وعندنا لا بأس تعليم المرأة فالنساء شقائق الرجال لابد أن يتعلمن ولا بد أن يتثقفن وابد أن يفهمن هذه قضية مفروغ منها لكن كرومر يريد أن يعلمهن على مقتضى التعليم الإنجليزي الذي يقوم على الثورة على الدين والتقاريد الحميدة والعادات الجيدة والثورة على الرجل والمنادى بتحرير المرأة ومساواتها وكعادة أو كمثل الحياة الغربية ويقول ينص على أن هذا التعليم سيعمل على تغيير العادات والأفكار في البلاد وأن المرأة إذا اتخذت مظاهر الحضارة الأوروبية اسمعوا سيكون تأثيرها قويا على الرجل ويمزج كرومر بين تعليم المرأة وهز معتقداتها هنا النقطة فهي بحكم ضعف عقيدتها الدينية عن الرجل ستكون أقدر منه على تخليص نفسها من الأفكار والعلاقات التي أحاطت بها منذ مولدها يعني على تخليص نفسها من الإسلام بدون لف ولا دوران الذي اشتهر به كرومر وفي الوقت نفسه يقول إذا لم يستطع رجل الإصلاح الأوروبي أن يثبت جدارته لا في تعليم الفتاة فحسب بل كذلك في رفع مستواها فإنه لن ينجح في بث الثقافة والتعليم الأوربيين بين الرجال قال إن نهضة تعليم الفتاة سيكون لها تأثيرها في جيل المقبل من المصريات وفي أخلاقهن ومكاناتهن وهيهات أن يتشرب المقلدون المصريون روح التمدن الأوروبي إذا لم يحدث تغيير تدريجي في مقام المرأة المصرية هذه نقطة مهمة ووضع كرومر سياسة تعليمية سار عليها الاحتلال وعمل على نشر التعليم بين فتاة المصريات ولقنا البنات الثقافة الإنجليزية وكان لذلك أبلغ الأثر على المجتمع كما قال كرومر وقال المرأة مدار الحياة الاجتماعية يقول المرأة مدار الحياة الاجتماعية والوصول إليها وصول إلى الأسرة كلها ويصفق المنصرون لأن المرأة المسلمة في مصر تخطت عتبة دارها نزعت عنها حجابها فإن فعل هذا يتيح لهم أي المنصرون أن يتغلغلوا عن طريق المرأة في الأسرة المسلمة بتعاليمهم مع مراعاة مدى الأثر الذي تحدث الأم في أطفالها رأيتم؟ إذن قضية لست تعليما هي القضية قضية إخراج المرأة من دينها وحجابها وإسلامها إلى ثقافة غربية أوروبية وأنشئت المجلات والصحف التي تتحدث هذا الحديث وتوجه المرأة مجلات نسائية في مصر منذ مدة مبكرة جدا يعني أول مجلة مصرية بأيد مصرية نزلت في سنة 1310 للهجرة تقريبا يعني قبل 120 سنة مدة طويلة جدا 1892 بعد الاحتلال بعشر سنوات والمجلة منذ عددها الأول تهلل بالملكة الملكة فيكتوريا ملكة إنجلترا وهي حامية الدين والإيمان تصوره إمرأة مصرية تقول هذا الكلام مسلمة حامية الدين والإيمان وبعد عدة أعداد تحدثت المجلة عن المرأة المصرية وأن المرأة الإنجليزية وصارت تعظم المرأة الإنجليزية وأن المرأة الإنجليزية خرجت إلى العمل وأن المرأة الإنجليزية استطاعت أن تكون أمينة على مالها وحقوقها وطلبت الحقوق السياسية إلى آخره وتتحدث في كلام طويل عن أن المرأة أهل الحكم في بلادنا عربية والإسلامية وأيضا عدة مجالات أخرى صدرت في هذه القضية قاسم أمين أيضا معول في هدم الأساس الذي بنيت عليه علاقة المرأة في المجتمع المصري بالرجل وفي الأسرة وبالمجتمع كان معول هدم لا شك في ذلك ولا ريب حتى قال محمد فريد وجدي أحد المفكري المصريين قال إن دعوة قاسم أمين أي بتحرير المرأة قد أحدثت تدهورا مريعا في الآداب العامة وأحدثت انتشارا مفزعا لمبدأ العزوبة وأصبحت ساحات المحاكم غاصة بقضايا هتك الأعراض وهرب الشابات من دور أهلهن وحتى قاسم أمين ندم على دعوة هذه وقال ما كنت أظن أن تصب المجتمع المصري لموصلت إليه وقد مات بعد دعوتي هذه بسبع سنوات تقريبا لكن المجتمع كان قد خطى خطوات في هذه الطريق وأيضا جاءت امرأة اسمها صفية زغلول هي في الحقيقة صفية فهمي بنت مصفة فهمي وزوجة سعد زغلول وكان لأثر كبير في التغريب آنذاك وجاءت هدى محمد سلطان أبوها محمد سلطان باشا الذي طبعا كان عرابيا في البداية ثم انقلب مع الإنجليز ووادعهم وصار لسانا لهم في مصر هذه تزوجت علي شعراوي أحد أركان الوفد وسمت نفسها هدى شعراوي باسم زوجي على الطريقة الغربية هذا ايضا كان أسوأ الأثر في المجتمع المصري وجمعت نساء عديدات حولها وكون الطبقة من نساء المصريات يدن لها بالفضل وكان لها أثر سيء جدا في مصر ولكن الله تدارك مصر بفضل الله تعالى بالصحوة الإسلامية وببروز نساء جيدات وقفنا ضد هذا التوجه هذا التيار وبفضل الله ومنته سقط هذا الخيار في مصر اليوم والمرأة المصرية اليوم على حجابها وستمساكها بالإسلام وظن هدى شعراوي لو بعثت اليوم في مصر لماتت كمدا وغيظا هي ورصيفاتها هناك كتاب مهم ظهر في مصر سنة 1894 سنة 1311 لمحامن مصري نصراني اسمه مرقص فهمي ووضع فيه خطة الإنجليز في مصر بأنهم يريدون قضاء الحجاب يريدون إباحة اختلاط المرأة المسلمة بالأجانب تقييد الطلاق وبوجوب وقوعها أمام القاضي منع الزواج بأكثر من واحدة منع تعدد الزوجات إباحة الزواج بين المسلمات وغير المسلمين انظروا هذه المقاصد تكرر اليوم في بلادنا تكرر اليوم في بلادنا ويطالب بها اليوم على صفحات جرائد بلادنا وإن الله وإن إليه راجعون وهذا الكتاب بدايات ظهر بعده قاسم أمين صفية فهمية صفية زغلول ثم هدى محمد سلطان سميت بهدى شعراوي وسهير القلماوي وأنبراوي وأمين السعيد ونوال سعدهاوي كل هذه المجموعة التي ظهرت في مصر وكانها أسوأ الأثر على الحياة الاجتماعية المصرية وعلى كثير من نساء مصر لكن فضل الله تعالى اليوم هؤلاء لم تعد لهن قيمة وإنما برز الحجاب في مصر شامخا فضل الله تعالى ومنه هناك كلام طويل على أصل كتاب قاسم أمين وأن قاسم أمين أنا أريد أن أختصر في هذه القضية لكن ما أريد أن أهملها لأهميتها داود بركات رئيس تحرير الأهرام في أربع مايو 1927 كتب مقالا قال فيه إن قاسم أمين قرأ كتاب الدوق داركير باسم الكتاب اسمه المصريون ورد عليه بكتاب قاسم أمين باللغة الفرنسية وفند اتهاماته فلما ظهر هذا الكتاب ظهر فيه أن قاسم أمين رفع من شأن الحجاب وعدوا دليلا على كمال المرأة كما ندد بالداعيات إلى سفور هنا الأميرة نازلي نازلي فاضل في مصر كان لا صالون فرأت أن في هذا الكتاب تعريضا بها وهي امرأة سافرة وتجتمع بالرجال وتختلط بهم وكذا فأشير على جريدة مقطم وهي طبعا جريدة عميلة للإنجليز أن تكتب ستة مقالات عن الكتاب تفند أخطاء قاسم أمين في هذا الاتجاه وتفند خطأه في دفاع عن الحجاب واستنكاري اختلاط المرأة بالرجل ثم أوقفت الحملة بعد اتفاق مع قاسم أمين ومحمد عبد وسعد زغلول على تصحيح رأي قاسم أمين وأخذوه إلى الأميرة نازلي في صالونها واعتذر لها وصار يترد على صالونها بعد ذلك بمدة كتب كتابه في تحرير المرأة ثم كتابه في المسمى بالمرأة الجديدة وهذا كلام خطير وخطير جدا لأن قاسم أمين تدأى حياته بالمدافع عن الحجاب ومنع الاختلاط وعلاء شأن المرأة المصرية لأنها محجبة ثم أخذ يتفلت من هذا قليلا قليلا إلى النادى بالسفور نسأل الله العافية والاختلاط بين الجنسين والكلام طويل في قضية نازلي وتأثيرها على قاسم أمين وعجاب قاسم أمين الكبير بالأميرة نازلي ورأى أن امرأة مصرية متقدمة وفاهمة ومثقفة واعية وما عندنا اعتراض على هذه القضية بالذات ليس أننا اعتراض عليها الآن لكن اعتراض على تأثره بعد ذلك باختلاطها بالرجال وسفورها وألف كتابا أو كتابين يذهبان إلى توضيح تأثري هذا بقوة ومتراجعي عن رده على الدوق داركير الفرنسي بعد ذلك وبعد الفاصل نكمل إن شاء الله تعالى السلام عليكم مرة أخرى بعد فاصل إخوة الأخوات كنت أتحدث عن قاسم أمين وكتابه في تحرير المرأة أو كتابيه ثم اعتذر فقال بعد سبع سنوات للأسف كنت أدعو المصريين قبل الآن إلى اقتفاء أثر الفرنج في تحرير نسائهم وغليت في هذا المعنى غاليت في هذا المعنى حتى دعوتهم إلى تمزيق ذلك الحجاب ولا إشراك النساء في كل أعمالهم ومآدبهم وولائمهم ولكني أدركت الآن خطر هذه الدعوة أدرك متأخرا قبل موته بقليل الأسف الشديد وأنها جاءت استدراجا وليست لمرضات الله وأنها جاءت استدراجا لإرضاء ذوي النفوذ في مصر آنذاك الدكتورة بنت الشاطئ قالت إن الرجال ساقونا لنعمل لحسابهم وهم يوهموننا أننا نعمل ويعملون معنا لحسابنا ذلك طبعا تقول كذبوا في هذه المزاعم فما أخرجونا أي من بيوتنا إلا ليحاربوا بنا السآمة والضجر في دنياهم ثم قالت بنت الشاطئ امرأة مصرية مشهورة في مصر كانت إن المرأة دفعت ضريبة فادحة ثمنا لتطور ويكفي أن أشير في إيجاز إلى الخطأ الأكبر الذي شوها نهضتنا وأعني به انحراف المرأة الجديدة عن طريقها الطبيعي وترفعها أي تكبرها عن التفرغ لما تسميه خدبة البيوت وتربية الأولاد ونحن نرى البيوت أصبحت مقفرة منهم يعني خرجنا من بيوتهم أما الأبناء فتركوا للخدم وقد نشأ هذا الانحراف الضال نتيجة لخطأ كبير في فهم روح النهضة وأهدر الاعتراف بالأمومة كعمل من الأعمال الأصيلة لنا حتى سمعنا عن من يسأل كيف تعيش أمة بريئة معطلة اسمعوا يقصد بريئة معطلة هؤلاء الباقيات في بيوتهن يرعين أولادهن وزعموا طبعا ووصل إلى أن نادى بعض النسوة بإلغاء نون النسوة لطلبا لمساواة انظروا لهذا الجنون وطبعا وجدت طبقة نسائية مصرية أقبلت على هذا التحرر وهناك تفصيلات أنا ما أستطيع أن أدخل فيها بالتفصيل لأنها ستأخذ وقتا طويلا والبرنامج محدود الحلقات هدى محمد سلطان سميت هدى شعراوي باسم زوجها تلقفتها الدوائر الاستخرابية الصهيونية العالمية الصليبية وأرساتها خارج مصر وشركتها في اتحاد النساء العالمي وذهبت هدى بعد ذلك إلى مصر وأنشأت اتحاد النساء المصري وكانها أسوأ الأثر كما سبقا قلت من قبل أيضا لم تكن تعبأ في دعوتها بالمفهوم الإسلامي للمرأة ولم تكن أصلا محجبة بعد تركها الحجاب يعني لم تعد محجبة وورطت نسوة كثيرات في أفكارها المسمومة التي تهدف إلى تدمير البيت المسلم وتحطيم الأسرة المسلمة وهذا أيضا واضح وظاهر في أحوال كثيرة وذكر للأسف طبعا يعني أبد أن نفهم أن اللورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر ركز على هذه القضية منذ البدايات لأن مرأة اليوم نحن ماذا عندنا من مشكلة أريد أن أذكر بس فقط قول كرومر ثم أعود لهذه القضية الخطيرة كرومر قال إن الإسلام يناقض يناقض مدنية هذا العصر من حيث المرأة والرقيق وأن الإسلام يجعل المرأة في مركز منحط اسمعوا لهذا الكذاب الإسلام الذي كرم المرأة ورفع درجتها وأعلى من شأنها منذ 14 قرن ونيف يقول إن الإسلام يحط بوضع المرأة في المجتمع وكرامتها هو طبعا كاذب ويعلم أنه كاذب ويعلم أن بلاده تعاني مرين من وضع المرأة وبلاد أوروبية والغربية عامة لكن يريد أن يفسد البلاد المصرية لأنه يعلم أن إفساد مصر يكون من خلال إفساد المرأة أولا فإذا فسدت المرأة فسد الرجل وفسدت البلاد تبعا لذلك يعرف هذا معرفة تامة لا شك في ذلك ولا ريب وهو من هو يعلم هذا تمام العلم ثم يتحدث عن قضية أن الإسلام يبيح الطلاق للمرأة طبعا هو عندهم مساء الطلاق هذه لا بد أن تقيد إذا حصلت عند القاضي وكذا قضية تعداد الزوجات أيضا يقف ضدها يقف يناصر كل هذه الأمور ويقف وراء المرأة في مصر لما انحازت المرأة إلى هذه الدعوات وصل الحد في مصر في يوم من الأيام أن أصبح الحجاب نادرا جدا 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 في المدن المصرية يعني أندر أقل من قليل بحكم الندرة سار لكن الله تبارك وتعالى رحم مصر بالصحوة الإسلامية وعادت مصر إلى النساء مصر عدنا إلى الحجاب من جديد واستمسكنا بإسلامهن وأظن أن كرومر لو انبعث اليوم لمات غيظا والله لمات غيظا بعد 130 سنة من الاحتلال وهذه الأقوال المسمومة إذ تستمسك المصريات بإسلامهن وبحجابهن ويفضن كل هذه الدعوات المشبوهة بداية الأمر كان الله سبحانه وتعالى أوجد إمرأة سمى زينب الغزالي هذه وقفت في وجه هدى شعراوي يعني كانت معاصرة لها وقفت في وجه هدى شعراوي مخططاتها الأثيمة وفي الأكثر مخططات من تبعنا هدى شعراوي سهير القلماوي والنبراوي وأمين السعيد ونوال السعداء هذه المجموعة المشبوهة وقفت في وجههن زينب الغزالي وستطاعت فضل الله تعالى أن تثبت كثيرا من نساء المصريات على الإسلام وعلى الحجاب فلما حصلت الانتكاسة في مصر وبوجود الثورة المصرية وتبنيها الاشتراكية بعد ذلك وابتعاد عن الإسلام ابتعادا واضحا ومحاربتها المسلمين ولقائها المسلمين في السجون حصلت نكسة وتخلت أكثر نسوة في المدن عن حجابهن فلما ظهرت الصحوة الإسلامية عقب حرب رمضان انتشر الحجاب بعد ذلك في مصر بفضل الله تعالى ومنه وصلنا إلى درجة يعني أن في الجامعات المصرية الكبيرة كانت توجد عشرات الآلاف من فتيات عشرين ألف جامعة القاهرة بضعة آلاف جامعة الإسكندرية لم يكن بينهن فتاة واحدة محجبة العشرون ألف جامعة القاهرة فيها فتاة واحدة محجبة أبوها من إخوان وكان ملقم في السجون في الثمانينات الميلادية الثمانينات الهجرية الثمانينات الميلادية هذا الوضع كان فلما ظهرت الصحوة بعد حرب رمضان ظهرت بوادر الحجاب في مصر وإلى الله الحمد والمنا وعادت النسوة إلى حجابهن واستمسكنا بإسلامهن وأصبحنا يعرفنا مكائد كرومار ومكائد قاسم أمين ومرقص فهمي وهدى شعراوي أو هدى سلطان ألا صح وصفية فهمي أي صفية زغلول عرفنا النسوة في مصر فضل الله هذه المكائد واستمسكنا بالإسلام عن وعي وفهم ولا سبيل ولا سبيل الآن فضل الله تعالى ومنه إلا تترك المرأة المصرية الحجاب أصبح تنزل مصر تجد الحجابهن الغالب على النسوة بصورة أو بأخرى من صور الحجاب هذا الذي حصل في مصر حصل تقريبا في كل دولة عربية ابتليت بالاحتلال أجنبي حصل في بلاد المغرب العربي كبير حصل في تركيا وتركيا كان حصل موجة ضخمة جدا في هذه القضية وحتى أن كثيرا من الدعوات المصرية في البداية لتحرير المرأة اتكأت على ما جرى في تركيا هذه نقطة مهمة اتكأت على ما جرى في تركيا لأن الذي جرى في تركيا كان عبارة عن زلزال ضخم مصطفى كمال أوجد زلزالا ضخما في تركيا غرب فيه المرأة بل غرب فيه المجتمع كله فمنع الحجاب وأوجب السفور على النساء وأوجب لبس قبعات للرجال ومنع الأذان ومنع الكتابة بالحروف العربية وحارب دعاة الإسلام وألقى بهم في السجون وغرب تركيا تماما فكثير من مصريين مخدوعين قاموا اتبعوا آثار مصطفى كمال بالذات في قضية تغريب المرأة ومنع الحجاب لكن فضل الله تعالى ما استطاعوا في مصر لإسلاميتها ولقوة مركزها في البلاد العربية والإسلامية ما استطاعوا أن يستصدروا قرارا من السلطات بمنع الحجاب لكنهم قاوموه وبقوة واستهزأوا به طويلا وتلاعبوا بالحجاب طويلا وحاولوا أن يغربوا المرأة المصرية عن طريق القول بأن الحجاب كان فقط لزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وساروا يأتون ببعض النصوص كما يفعل اليوم يعني في بلادنا أعداء الإسلام وكما يفعل المخدوعون في بلادنا أيضا يأتون بنصوص لا تدل على ما ذهبوا إليه ويبرهنون بها في زعمهم على أن الإسلام يبيح الاختلاط بينما أو الرجل وأن الإسلام أن الحجاب هذا مبالغ فيه الآن وأن كل هذا يريدون تحطيم تحطيم القائم الموروث القوي جدا فضل الله تعالى في المجتمع اليوم فقط من مهمة مهمتي أن أذكر ماذا جرى في مصر فقط أن هذا هو الحلقات حلقات مصرية لكني أقول لكم بما أن مصر كانت الرائدة في العالم الإسلامي فقد تأثرت بها الدول العربية تأثرا مباشرا واتبعت خطاها تباعا يكاد يكون حرفيا سواء كان في السلبيات الأولى أو في تدارك تدارك بعد ذلك وفي العودة بفضل الله تعالى فيما أعرف بالصحوة الإسلامية الحديثة والعودة للحجاب اليوم هناك خطر واحد أحب أن ننبي عليه في آخر الحلقة لأنه خطير وخطير جدا وهو أن أعداء الإسلام عرفوا أن المرأة لا يمكن المرأة المصرية والمرأة مثيلاتها في الدول العربية والإسلامية لا يمكن تدرك حجابها لا يمكن فاتجهوا إلى تفريغ الحجاب من مضمونه يعني أن تغطي المرأة جسدها لكن هذا الغطاء لا يحقق شروط الحجاب فأنا أريد من أخواتي أن تبهن لهذه الدعوة الجديدة هذه دعوة قاسمية جديدة مثل دعوة قاسم أمين قبل مئة وعشر سنوات هذه دعوة قاسمية جديدة اليوم بأن تلبس المرأة وتغطي جسمها وتغطي شعرها لكن لا يحقق مضمون الحجاب فتلبس ضيق جدا في يديها وفي ساقيها وفخذيها وتغطي رأسها نعم لكن بألوان ولباس ضيق في جسدها فيصبح الحجاب خلوا من مضمونه خلوا من غرض الحجاب وهدفه هو الستر الستر وإقامة الحاجز بين النساء ورجال يحجزهن عن الفتنة وعن الشهوة الحرام فإذا لبست مرأة هذا اللباس كان هذا خطرا على حجابها فعدها الإسلام عمدوا إلى هذه الحيلة لما رأوا أنه لا يمكن للمرأة في مصر وغير مصر أن تترك حجابها تجوا به هذا الاتجاه لذلك يحزنوني ويؤلوني جدا أن أرى في مصر وفي غير مصر بلاد العربية اليوم والإسلامية هذا الاتجاه للحجاب الذي يسمى حجاب الموضة حجاب الموضة جديد ألوان وضيق جدا بحيث يدعو إلى الفتنة عوض أن يكون حاجزا بين الشباب وبين الفتنة فانتبهن أخواتي فهذه دعوة هدى شعراو من جديد تظهر ودعوة صفية زغلو تظهر ودعوة قاسم أمين تظهر ودعوة مرقص فهمي تظهر من جديد فإيا كنا والتخلي عن حجاب كنا ولابد من إرضاء الله تبارك وتعالى بالبعد عن كل مظاهر الفتن هذه وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ المرأة في مصر وفي غير مصر وأن يوفقها دوما وأبدا لتمسك بإسلامها ودينها وقرآنها إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله